بسم الاب والابن الروح الكدس الالال واحد امين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التزبيح اتعرفنا في الحلقتين اللي فاتوا على الحمل الاربانة والابركة وطريقة صنعهم ومكونات الاربانة والختم اللي عليها نبدأ بقى النهاردة في خطوات تقديم الحمل ابونا بياخد الصليب من على المزبح وياخد اللفافة اللي على الصنية افتكروا واحنا بنفرش المزبح قولتلكم خدوا بالكم من اللفافة دي عشان ليها استعمال بعد كده ابونا بياخد اللفافة دي اللي على الصنية ويحطها في كمه كده اشارة لايه الموضوع ده التقليد بيقول انه ابونا ابراهيم لما ربنا امره بتقديم اسحاء زبيحة اخفى السكينة في طيات الهدوم بتاعته عشان ما يخدش اسحاء فالكنيسة ابقت على هذا التقليد ان ابونا لما ييجي يقف قدام باب الهيكل عشان يقدم الحمل برضو يحط اللفافة في الكمة بتاعه كده وياخد الصليب معاه لانه الحمل ده هو الجسد المسلوب على الصليب جسد المسيح اللي صلب على الصليب ويقف ابونا وشه للغرب على باب الهيكل ويقف قدامه مقدم الحمل اللي هو اللي شايل طبق الحمل اسمه مقدم الحمل ومقدم الحمل بيكون اعلى ردبة حضر القداس بعد ابونا الخديم بمعنى انه لو ابونا البترك هو اللي بيصلي يقف قدامه ابو مطران او ابو اسكف لو ابونا الاسكف هو اللي بيصلي يقدم له الحمل ابو اسكف زيه او ابو كاهن لو كاهن هو الكاهن الخديم اللي هيصلي القداس وهيستلم الحمل يقف قدامه ابو كاهن زيه او ارش دياكن او دياكن لو ما فيش يبقى ابو دياكن المهم المحصلة انه مقدم الحمل اللي شايل الطبق بتاع الحمل قصاد ابونا لازم يكون اعلى ردبة في الكنيسة وده بيكون اشارة او نوع من انواع الكرامة للحمل نفسه كرامة للسيد المسيح نفسه وبعدين يقف حامل القرورة اللي فيها الابالكة على يمين ابونا شماس او برضو اعلى ردبة من الرتب العالية اللي في الكنيسة اللي حضريني الاداس يشيل القرورة اللي فيها الاباركة نحية اليمين ليه نحية اليمين عشان السيد المسيح طعن على الصليب بالحربة في جنبه اليمين فبنحط الاباركة نحية اليمين ويقف قصاده الناحية التانية حامل الماء اللي بيشيل قرورة اخرى فيها مية يبقى كده وإحنا واقفين عملنا ايه عملنا شكل صليب انا ومقدم الحمل وحامل القرورة وحامل المية كده عملنا شكل صليب هنبدأ تقديم الحمل بعد الشمامسة ما يخلصه قانون الايمان نسألك يا رب نسمعنا وارحمنا ابونا يقول يبدأ الشمامسة يرتله كيريا ليسون واحد واربعين مر اش معنى واحد واربعين ليه بنصلي في كنيسة كيريا ليسون واحد واربعين مرة لانه واحد واربعين اشارة الى الامات السيد المسيح السيد المسيح لما تصلب على الصليب دقوا فيه تلات مسامير في ايديه ورجليه تلات مسامير لكن قبل الصليب اتعرض لالامات اللي هي الجلد بالصياط تسعة وثلاثين جلدة بحسب القانون الروماني اربعين الا واحدة يعني تسعة وثلاثين جلدة ولبسوه اكليل الشوك ده برضو قبل الصليب وبعد المسيح ما مات على الصليب جهلون جينوس وطعنه بالحربة فلما تشوف الامات السيد المسيح باستثناء الصليب قبل وبعد يعني تلاقي تسعة وثلاثين جلدة زائد اكليل الشوك بالاضافة الى الحربة لما تعد تسعة وثلاثين زائد اكليل الشوك زائد الحربة يطلع واحد واربعين هما دول الواحد واربعين كرياليسون اللي احنا بنصليهم دايما في الكنيسة تذكرا لالام اللي تعرض لها السيد المسيح الشمامسة بيصله كرياليسون بالرحن باللحن المعروف بتاعه ويبدأ ابونا بيكشف الطبق بتاع الحمل لاتفقنا انه بيبقى موجود فيه ثلاثة او خمسة او سبعة او اي عدد فردي من الاربانات في طبق الحمل وبعدين ابونا ياخد القرورة اللي فيها الاباركة من الشماس او حامل القرورة اللي جنبه ويمسكها بايده الشمال ويبدأ يرشم الرشومات المعتادة على الاربان وعلى الاباركة على اسم الاب والابن والروح الكدس وبعدين بالقرورة اللي فيها الاباركة يرشم كمان رشمين على الحمل مجدا وإكراما إكراما ومجدا للسلوس الكدوس لكن قبل ما ابونا ما بيرشم الرشومات دي بيعمل حاجة مهمة قوي اسمها استبراء الاباركة استبراءها يعني ايه تبصوا تلاقوا ابونا بيقوم مقرب القرورة اللي فيها الاباركة للشمعة اللي شايلها الشماس عشان يشوف هي فيها شوائب ولا لا ويشمها عشان يتأكد انها جيدة او صالحة انها تكون تقدمة او زبيحة في القداس ريحتها حلوة مش مختامرة ولا بيضة يعني الحقيقة طبعا احنا في عصرنا ده التطور في الصناعة ما خلاش شوية الموضوع ده زو أهمية زمان كانوا بيعملوا بيعصروا الاباركة بطريقة يدوية فكان منطقي ان يلاقوا فيها شوائب وكانوا يخزنوا الاباركة برضو بطريقة يدوية فكان منطقي ان الاباركة تحمد تبوز تفسد فكان ضروري قوي ان ابونا قبل ما يقدم الحمل ويبدأ يرشم الرشومات اللي هي بداية التقديس بقى يشمها كويس وكمان يشممها للي معاه يشممها لمقدم الحمل وحامل القرورة عشان ان الشهادة تقوم على فم شاهدين او ثلاثة زي ما علمنا سفر التسنية فيبقى ابونا شم كويس ومقدم الحمل وكمان مقدم القرورة فشاهدين او او ثلاثة ده اللي التقص بيقولوا لكن عمليا اللي بيحصل في وقتنا الحالي ان ابونا كمان بيقوم يشمم القرورة للشايل المية ده مش في التقص لكن عشان الرجل ما يزعلش ولا عشان ما يقولش هوش معنانا ولا عشان يبقى حسس انه مش واقف له دور فابونا كمان من نوع من انواع المراعاه النفسية يعني بيشمم هو كمان القرورة لكن التقص بيقول ان تقوم الشهادة على فم ايه اتنين او ثلاثة ابونا مقدم الخديم يعني ومقدم الحمل وحامل القرورة بعد ما ابونا بيعمل كده اتأكدنا ان هو القرورة دي سليمة والاباركة اللي فيها سليمة كل اللي هيشمها هيقول لي جيد وكريم يعني ايه يعني الاباركة سليمة وكويسة وصالحة ابونا هياخد الاباركة بعد ما يتأكد ويرشم الرشومات اللي احنا اتفقنا عليها ويقوم حاطط او مدي للشماس اللي جنبه القرورة مرة تانية الخطوة اللي بعد كده ابونا بيصلي مقدمة اوشية القرابين اسكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم الاجر السمائي وبعدين ابونا يعمل ايده على شكل صليب بايده اليمين فوق كده وده شكل بيفكرنا باللي عمل ابونا يعقوب ساعة مبارك ابني يوسف افرايم ومنسة برضو حط ايديه بطريقة معكوسة على شكل الصليب على رأس ابني يوسف ابونا بيعمل كده بالزبط ويقول اللي يختار الله له حملا بلا عيب ويطلع بيديه الاتنين يطلع بيه اربانتين من طبق الحمل ويبدأ ابونا يختار احسن اربانة من اللي متقدم له في طبق الحمل احسن اربانة لانه المسيح حمل بلا عيب فبقدر الامكان ابونا بيختار احسن اربانة فيه اللي موجودين احسن من ناحية الاستدارة مدورة كويس مخبوزة كويس ولا محروقة ولا نقصة سوى الختمة بتاعها بقدر الامكان واضح الخروم او السكوب خمسة مزبوطين السلبان بينها والعبارة اللي باللغة اليونانية بينها فاحسن اربانة ابونا بيختارها مش مشققة مش مش فيها حاجة مش مزبوطة يبدأ يدور على احسن اربانة في الطبق قدامه الاربانة اللي يستحسنها يمسكها بايده اليمين ويحط التانية وياخد التالتة لغاية ما يستقر على الاربانة الافضل في طبق الحمل وهو بيعمل كده ابونا هو بيشتغل بعنيه وبيشتغل بأيديه طب لسانه يعمل ايه لسانه يصلي بيعمل تسكرات يعني بيذكر كل الناس اللي وصوه ابونا ارفع الحمل باسمي عشان الموضوع الفلاني او ارفع الحمل باسم فلان عشان عنده كذا شوية تسكرات بيبقوا في دماغ ابونا او متوصي بيهم ابونا يصلي من اجل هؤلاء وهو بيختار الحمل طيب انا استقريت على الاربانة دي وشايف من وجهة نظري انها افضل الاربانات اللي موجودين في طبق الحمل اقوم اجيب اللي فاه فائل اللي في كمي من ساعتها اطلحها وابدأ امسح الاربانة دي من اي شوائب او من اي دقيق علق فيها او اي حاجة علق فيها امسح الاربانة كويس من فوق ومن تحت باللفاف وبعدين ابونا يبدأ يلامس باربانة الحمل اللي اختارها دي يبدأ يلامس كل الاربان اللي موجود في طبق الحمل وهو بيقول اعطي ان تكون مقبولة امامك زبيحتنا هذه لانها طاهرة كموهبة روحك الكدوس بيطلب من ربنا ان الزبيحة دي تكون مقبولة قدامه طب ليه بيلامس ابونا الاربان اللي في الحمل اللي في طبق الحمل اتفقنا ان الاربان ده كان اشارة الى زبائح العهد القديم فابونا او الكنيسة بتعلمنا انه زبائح العهد القديم كلها تلامست مع زبيحة الصليب الزبائح بأنوحها اللي كانت موجودة في العهد القديم كانت اشارة بطريقة ما او من وجه ما الى زبيحة الصليب فابونا يبدأ يلامس زبيحة الصليب الجسد او اللي بعد شوية هيبقى جسد المسيح بكل الاربان اللي في الطبق اللي هي اشارة الى زبائح العهد القديم ويحطها ويحطها اللفافة اللي على ايده بحيث ان الثلاث خروم زي ما احنا متفقين يكونوا عن نحية اليمين دايما وضع الاربان سواء في طبق الحمل سواء على ايد ابونا سواء في الصينية بعد شوية دايما الثلاث خروم او الثلاث سكوب يبقوا نحية ايد ابونا اليمين علشان المسيح الحرب ابونا بيحط الاربان على ايده الشمال وبعدين ياخد من الاباركة او الخمر اللي في القرورة يبل سبعه من الاباركة او الخمر اللي في القرورة ويرشم الاربان يبدأ بالحمل اللي هو اختاره على ايده ويقول زبيحة مجد سيسية ان او او وبعدين يرشم الاربان اللي في الطبق ايا كان عدده باربع رشمات زبيحة بركة زبيحة ابراهيم زبيحة اسحاء زبيحة يعقوب ايا كان عدد الاربان اللي موجود في الطبق ياخده الاربع رشمات دول بركة ابراهيم اسحاء يعقوب وبعدين يرشم مرة اخرى اربانة الحمل اللي على ايده وهو يقول زبيحة ملكي صادق الأربان اللي في طبق الحمل أخد رشمات على اسم رجال الله في العهد القديم إبراهيم وإسحاء ويعقوب والبركة اللي كانت في حياتهم لأنهم كانوا رجال الله مرضيين وبيقدموا زبائح مقبولة قدام ربنا أما الأربانة اللي أبونا اختارها الحمل اللي هيبقى بعد شوية جسد المسيح خد أول رشم زبيحة المجد وخد آخر رشم لأن الله هو البداية والنهاية المسيح قال أنا هو الأول والآخر البداية والنهاية وكمان أخذت زبيحة ملكي صادق عشان ملكي صادق كان من ضمن أو هو الوحيد اللي في العهد القديم اللي قدم زبيحة خبز وخم زبيحة العهد الجديد اللي احنا بنستعملها دلوقتي كان إشارة لها زبيحة أو تقدمة ملكي صادق فزبيحة المجد ببركة إبراهيم إسحاء ويعقوب وبعدين ملكي صادق كده يبقى أبونا عمل خطوات تقديم الحمل كل ده والشمامسة بيصلوا أو بيرنموا كرياليسون 41 مر هنعمل إيه بعد كده؟ أبونا هيعمل إيه بعد كده؟ خلونا نتعرف على الموضوع ده بنعمة ربنا الحلقة الجاي أما إلى هنا فأعننا الرب الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر